مرحبا بكم هذا مقال من موقع بي بي سي عنوانه عاصفة موميتة تقطع خطوط النقل حول فانكوفر أدت عاصفة موميتة تقطع خطوط النقل حول فانكوفر أدت عاصفة موميتة تقطع خطوط النقل حول فانكوفر وصف هذا المسؤول بأن حدث مناخي يحدث مرة واحدة في القرن قطعت الطرق والسكاك الحديدية كلمة ساور ساور يقطع ساور ساور قطعت حول فانكوفر بكندا ثم إغلاق طريقين سريعين يربطاني مدينة الساحل الغربي بعد أن تضررت من جراء الفيضانات الشديدة كلمة كوست تعني الساحل يعني هذه المدينة تقع في الساحل الغربي لكندا تم إغلاق أغلق 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 هذه الطريقين السريعين طريقين سريعين يربطاني مدينة الساحل الغربي لماذا؟ لأنهما تضرر من جراء الفيضانات الشديدة بعد أن تضررت بعد أن تضررت تضررت والفعل هو يضرر بسبب الفيضانات الشديدة لاحظوا جيدا نطق هذه الكلمة شديد قاسم severe لكن هنا عندما استخدمت تقريبا نفس الكلمة كفعل ناطقناها sever سأكتبوها هنا كفعل I sever something أفصل شيئا sever لكن الأجكتف يكتب بهذه الطريقة وينطق severe severe floods فيضانات شديدة الفيضانات قطعت الطريق the floods severed the road هنا severed هنا severe sever severe sever severe فرق في النطق thousands of people were forced to leave their homes due to the massive storm which struck on Monday إذ طرأ ألف الأشخاص لم غادرة منازلهم بسبب العاصفة الهائلة التي ضربت يوم الاثنين لاحظنا قول العاصفة ضربت the massive storm which struck ضربت ضربت هذا ماضي فعل strike ضربت ضربت لماذا غادروا؟ غادروا بسبب due to بسبب العاصفة due to the massive storm due to the massive storm مثلا نقول مثلا نقول هو غائب بسبب المرض he is absent due to sickness thousands of people were forced مجبروا were forced to leave and يغادروا their homes due to the massive storm which struck on Monday a woman was killed in a highway landslide and rescuers say at least two other people are missing قتلت امرأة في انهيار أرضي على طريق سريع ويقول الرجال الإنقادين شخصين آخرين على الأقل في عدد المفقودين قتلت امرأة a woman was killed في انهيار أرضي in a highway في انهيار أرضي على طريق سريع in a highway landslide landslide انهيار أرضي landslide وقع على طريق سريع in a highway ويقول رجال الإنقاد and rescuers say rescuer المنقذ وجاءت من فعالة rescue rescue ينقذ بأنه على الأقل at least شخصين آخرين two other people are missing مفقودون مفقودان are missing missing مفقود missing ضائع the woman's body was found near Lillouette about 250 km from Vancouver according to the Royal Canadian Mounted Police تم العثور على جثة المرأة بالقرب من Lillouette على بعد حوالي 250 km من Vancouver وفقا لشرطة الخيالة الكندية الملكية ثم العثور على جثة المرأة جثة تعني body body يعني الجسم ويستخدم كذلك بمعنى الجثة body the woman's body was found was found ثم العثور عليه near Lillouette بالقرب من Lillouette وهي تقع على حوالي على بعد حوالي 250 km من Vancouver كلمة about هنا تعني حوالي هذا الرقم ليس دقيقا ليس 250 km بدقة لكنه حوالي على بعد حوالي 250 km from Vancouver وهذا وفقا لي يعني هذا الكلام هذا العثور على هذه الجثة قالته الشرطة هي التي قالت أو أخبرتنا بهذا الخبر according to according to وفقا لي شرطة الخيالة mounted police الخيالة mounted كلمة mount mounted جاءت من فعل to mount يعني يركب الخيل to mount a horse يركب الخيل ومounted يعني شخص راكب للخيل mounted police الشرطة الخيالة الشرطة يركبون الخيل Royal Canadian Mounted Police شرطة الخيالة الكندية المددية سأعيد قراءة الفقرة The woman's body was found near Lilwit about 250 km from Vancouver according to the Royal Canadian Mounted Police Sergeant Janil Shuhit said that rescuers had not yet determined the number of occupied vehicles that were lost in the slide according to the AFP News Agency وقال الرقيب جانيل شويهات إن رجال الإنقاذ لم يحددوا بعد عدد المركبات المشغولة التي فقذت في الإنزلاق بحسب وكالة الأنباء الفرنسية مقصود هنا بالمركبات المشغولة occupied vehicles يعني مركبات فيها يوجد فيها أشخاص كان يركبها أشخاص و vehicle وتنتقى كذلك vehicle في بعض المناطق مركبة مركبة سيارة أو شاحنة أو باص كلها تدخل تحت هذه الكلمة vehicle مركبة vehicle vehicle مركبة occupied vehicles مركبات مشغولة sergeant هذه اختصار لكلمة sergeant الرقيب sergeant جانيل شويهات said that rescuers قال بأن المنقذين rescuers had not yet determined لم يحددوا بعد had not yet determined had not yet determined لم يحددوا بعد حدث لاحظوا استخدام past perfect هنا لأن هذا الحدث وقع قبل هذا الحدث هنا استخدمنا سألونه بالأسفل هنا استخدمنا simple past وهنا استخدمنا past perfect لأن past perfect في هذه الحالة هذه الجملة had not yet determined وقعت قبل هذا الحدث simple past دائما simple past هو الأقرب إلينا في الزمن أن past perfect had not yet determined هو الأبعد في الزمن يقع قبل simple past past إذن فشاني الشويات قال بأن المنقلين rescuers لم يحددوا بعد had not yet determined رقم عدد المركبات المشغولة the number of occupied vehicles التي فقدت في الانزلاق that were lost in the slide بحسب وكالة الأنباء الفرنسية according to EFP تقريبا تقريبا cbc news تقريبا 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 الانزلاق قلت السائقة كاتي ريني لشبكة cbc news إنها رأة الانهيار الأرضي ينهر على حركة المرور التي كانت متوقفة at a standstill جنوب ليلويت motorist Kathy Rainey told CBC News she saw the landslide come down on traffic that was already at a standstill south of Lillooit no sooner do we get back into our vehicles the people that were in front of us are just screaming and running she said the look on their faces it was like a tsunami was coming it was the scariest thing that I've ever seen وقالت ما إن عدنا إلى مركبتنا إلا وبدأ الأشخاص الذين كانوا أمامنا يسرخون ويرقدون screaming and running كانت النظرة على وجوههم the look on their faces وكأن الصنامي قادم like a tsunami was coming كان الأمر الأكثر رعبا الذي رأيته في حياتي it was the scariest thing that I've ever seen no sooner ما إن بعد وقت قصير جدا no sooner do we get back into our vehicles the people that were in front of us are just screaming and running she said the look on their faces it was like a tsunami was coming it was the scariest thing that I've ever seen I just turned around and I'm just watching the whole side of the mountain coming down and taking out these cars everything just being swept away just complete panic استدرت وإذا بي أشاهد جانبا كاملا من الجبل ينهار ويجرف هذه السيارات كل شيء يتم مجرفه بعيدا everything just being swept away دور كبير just complete panic I just turned around and استدرت turned around and I'm just watching the whole side of the mountain coming down وأنا أشاهد يعني بعد الاستدارة جانبا كاملا the whole side of the mountain من الجبل coming down ينهار and taking out these cars ويجرف هذه السيارات take out take out أنا مقصد به يجرف أن يأخذ معه everything just being swept away كل شيء يتم جرفه بعيدا just complete panic دور كبير شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء كالعادة سأضع هذا المقال تحت الفيديو سأضع رابط المدونة التي أضع فيها هذا المقال تحت الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة إن لم تكنوا مشتركين بعد وإلى اللقاء